حياة جديدة طبعا بنشوفها مع بعض وكمان في نفس الوقت استهيدة بتاعت فيديو النهاردة الصراحة كده بتفكرنا بحالنا كلنا لو انتي معاكي اكتر من طفل هتعرفي بالفعل انا هتكلمك فيه النهاردة مجرد من بتقضب البيت وتنظامي وتبقي كمان ست شطرة جدا لكن للأسف اولادك لازم ان ييجي عليهم وقت بيخلو لك البيت فوضوي بالشكل اللي زي ده بييجوا طبعا من مدرساتهم يرمش قطتهم يغيروا الملابس ممكن يرموها على الارض مفيش عندهم خالص حاتة العناية رس الشخصية او انهم ما يهتموا او يساعدوا خصوصا طبعا الاطفال اللي في سن صغير وعالرجم من ده كله بنشوف طبعا ما شاء الله اطفال على الجنب الاخر ممكن يبقوا متعاوين جدا وشطرين جدا وبيساعدوا كمان والدتهم في تنظيم البيت وترتيبه وحب اقول لكم للأسف احنا كأميات بنعاني جدا في وضع زي ده وهتلاقيك دايما بقدر الامكان بصورة يومية بتحاولي توضبي وتغيري وتزبطي حال بيتك لحد طبعا ما تشوفي كل حاجة في وضعها الطبيعي ساعتها طبعا ما تتمني ان انت تخلي بيتك في اجمل صورة لكن للأسف هو ده الواقع المرير اللي احنا بنشوفه كل يوم حياتك للأسف ممكن ما تكونش مظبوطة ابدا وكل يوم مطلوب منك ان انت توضبي وتغيري وتزبطي البيت بصورة كمان ممكن تبقى كافية تعالوا كمان دلوقتي ندخل كده مع بعض هنا على روتنات البيت بكل اقسامها خلصنا غرفة النوم ندخل كمان بقى على المطبخ ونشوف بقى كمية الكركبة والفوضى اللي موجودة وازاي طبعا تبداي بتوضيب البيت بصورة كاملة زي دي حالك للأسف ممكن ما يكونش مظبوط ابدا ازاي تغيري حياتك لحياة ممكن تبقى افضل ازاي كمان توضبي بيتك وتبدأي كمان تشوفي ازاي ان انت تكوني قد المسئولية التزامات البيت وطلباته مش بتخلص ابدا وكل يوم مطلوب منك تزبطي حالك بالشكل اللي زيدة لو انت معاك كمان اكتر من طفل وانت وزوجك واولادك كلكو عايشين في البيت يبقى كل يوم هتبقى في الوضع ده غسيل محتاجة تطبق وغسيل طبعا محتاجة تشال من على المنشر وتحطي ملابس ثانية وتبدأي كمان في توضيب البيت وتصبيته وتطهيره وتعقيمه حد طبعا ما تبطميني ان الحياة بالنسبالك بقت اسهل وايسر بكتير ده الوضع اللي يمكن بنشوفه طبعا مع ستات كتير قوي ازاي تبداية توضبي وتغيري حياتك اللي وضع ممكن يكون اجمل بكتير هي دي الحياة اليومية اللي يمكن كلنا بنعيشها واقع البيت اللي مش بيتغير وتفاصيل حياتك بالفعل انت بتحاول تزبطيها فطبعا مجرمة بتقوم بقى بالتقضبات اليومية دي بتفرق جدا في حياتك انت الشخصية اولا شكل بيتك منظم راحتك النفسية تبقى اكبر بكتير بتحيسي ساعتها طبعا ان انت مفيش عندك لعب ولا ضغوطات في حياتك ودايما بتدوري على الاستقراري النفس اللي زيدة حتى تتلاجتك مجرمة تفتحيها وتلاقي كل حاجة مظبوطة فيها من جوة ساعتها طبعا بتحيسي بالراحة النفسية اكتر ساعتها كمان بتحيسي ان مفيش لضغط ولا التزامات ولا طلبات اوبر ممكن تبقى طاقة عليك هي دي الحياة اللي يمكن كلنا اكيد بندور عليها مين فينا بتحلم ان بيتها يكون كاركب فوضوي دايما بتدوري طبعا على طلباتك والتزاماتك اليومية وعايزي طبعا دايما بيتك في اجمل صورة هي دي طبعا الستات بقى اللي احنا دايما بنشوفهم وبنتعلم منهم كل جديد الستة من دول اللي تبقى حريصة دايما عن ضافة بيتها وعلى مصلحة بيتها انسي بقى اي كاركبة او فوضى وحاول دايما تتعلمي كل جديد من الواقع اللي انتي بتشوفين ازاي حياتك تبقى مصبوطة ازاي كمان تمور ببيتك كده للاهداف وشكل المنزل اللي انتي بتحلمي بيه وفي حد ذاتها الصراحة دي نعمة كبيرة جدا ان انتي كل يوم بتقومي وتحاولي تخدمي بيتك وتخدمي اولادك وتعملهم كل ملازة وطب من الاكلات والوصفات الحلوة ناس كتيرة كمان ممكن تقولك لأ انا مقدرش اكمل حياتي في الوضع ده احب اقولك ان دي كمان نعمة كبيرة جدا من ربنا نعمة ان انتي ممكن تكوني بتتحركي وبتحاولي تنظفي وتجددي وتغيري وتشوفي طلبات بيتك ستات كتيرة جدا بتحلم بخطوة زي دي وبيحيسش بالفعل بقيمة بقى الروتينات اليومية واتعابها غير بالفعل لمفتقدها مغرب بس لقدر الله ما بتتعابي وتنامي في السرير يوم ولا اثنين بتقولي لا انا كنت الاول ناشيطة وبقدر اقوم واتحرك وبقوم بكل طلباتي ومسئولياتي والساعتها طبعا بتدريكي قيمة بقى يعني يعتبر نشاطك اليومي وارتناتك اليومية اللي انتي كنت بتعمليها اشتركوا في القناة يوم جديد وروتين جديد وحايت اظن الفوضى اللي انتوا شايفينها هنا حالة مريبة جدا لكن على مين الست الشطرة هي اللي هتحاول تتخلص من كل ده هي اللي هتحاول تتخطى الازمة والمشكلة اللي زي دي هي اللي هتحاول طبعا اول باول تخلي بيتها في اجمل صورة هي اللي هتحاول تتخلص من كل ده في بيتك ومسؤولياتك هتحاول كمان تتخطيها وتزبطي كل الوضع اللي قدامك ده مهما كان الوضع صعب جدا بالنسبالك لكن هي دي الحيالي يومي للأسف بكل أحداثها سواء طبعا كانت حلوة او إيجابية او سلبية ترجمة نانسي قنقر ومش بس طبعا غرفة الاطفال بتاعتك بلع بيت كله بيكون طبعا محتاج توضبات كتير غرفة النوم بقى والمطبخ وكل حاجة عندك في البيت ايام بعد التاني هتلاقيك بالفعل بتحاول تنظامي وتقتبي وتشوف امور حياتك زي ما انت شايفة هو ده الوضع اللي يمكن الحياة بصورة كاملة بكل تفاصيلها الحياة الحلوة الحياة اللي ممكن تكون قاسية هي دي الحياة بكل ظروفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارجع دايماً واقولك الحمد لله نعمة ان انت تقدري تخديمي اولادك الحمد لله نعمة ان انت تصحى من النوم كده الصبح نشيطة ومتحمسة وعندك باور حتى لو كنتي قاعدة مكسلة مجربة بالفعل كده تمسيكي الموبايل بتاعك وتعادي تتفرجي فيه شوية وتشوفي شوية فيديوهاتك والله نشاط في طاقة بتحس ان انت اخدت كده باور كويس وعايزة تقومي وتتنشطي وتعملي كل اللي مطلوب منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشانا بيركم بكل جديد واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة